أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندريس فوغراسموس الخميس أن النظام السوري قريب من الانهيار وحض النظام على أن يوقف العنف وأن يدرك كيف هو الوضع حاليا ويطلق عملية لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري أعتقد أن النظام في دمشق أوشك على الانهيار والمسألة مسألة وقت ودان بقوة من جانب آخر إطلاق عدة صواريق قصيرة المدى في سوريا في وقت سابق هذا الأسبوع وقال إن استخدام مثل هذه الأسلحة العشوائية يظهر ازدراء النظام بأرواح السوريين ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة